سؤال أول في هذه الحلقة من سائل يقول أنا تائه حاليا وأريد من يأخذ بيدي على طريق الهدى والنور تعرفت على فتاة عن طريق معارف تحدثت عليها على النت لمدة أسبوع حديثا رسميا جدا سألتها بعض الأسئلة التي تهمني عن الأسرة والدين ودور الزوجين في المنزل أعجبت بطريقة تفكيرها ثم طلبت مني الفتاة أن أتوقف عن مراسلتها وأن أتحدث مع أهلها ليكون الموضوع رسميا عرضت الموضوع على والدتي أكرمها الله لكنها كانت رافضة تماما ما السبب؟ لأن هذه الفتاة من منطقة أخرى تختلف عن منطقة التي أعيش فيها أنا من دمشق والفتاة من درعا وهذا هو السبب الوحيد لعدم قبول والدتي لهذه الفتاة ماذا أفعل؟ أشعر أنني لن أجد مثل هذه الفتاة وأنني قد أحببتها على قصر المدة التي حدستها فيها فهل علي من إثم إن حاولت إقناع الوالدة بهذا وإن عاودت ذلك مرة بعد مرة وإن لم تقتنع الوالدة هل يعد من العقوق أن أتقدم لخضبتها؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله لا حرج في سعيك لإقناع الوالدة بأن تقبل هذه الفتاة التي قدرت مناسبتها لك خلقا ودينا وطباعة ولا ينبغي للوالدة أن تعترض على ذلك لمجرد أنها من منطقة أخرى فهذا ليس من الفقه في شيء وأخشى أن يكون حمية جاهلية أو نفسا جاهليا لا يحبه الله ورسوله فهو خلاف ما درج عليه المسلمون عبر القرون والمسافة بين بلدتين في دولة واحدة مسافة يسيرة لا تقتضي كل هذه المعارك على كل حال يا ولدي من حيث الصحة والبطلان من حيث الحل والحرمة موافقة الوالدة ليست شرطا في صحة نكاح ابنها لأن ابنها ولي نفسه في النكاح بل ولا في نكاح ابنتها كذلك لأن الولاية على البنت لأبيها وليس لأمها لكن يبقى أن استرضاءها من قبيل البر والصلة والإحسان والمصاحبة بالمعروف فاحرص على ذلك وعض عليه بالنواجز احرص على استرضائها إلى آخر لحظة ابتغي إليها الوسيلة من خلال من تصغي إليهم من ذو القربة أو من وجهاء محلتك من أهل العلم وأهل الدين استعن على ذلك بالدعاء وبالضراعة في الأسحار وربك السميع القريب المجيب الحنان المنان أسأل الله أن يؤلف قلبها على قبول هذه الفتاة وأن يجمع بينكما في خير إن شاء الله